والابن والروح القدس لله الأحد أمين من صفحة زقيال النبي بركت فلتكن معنا أمين وكانت علي يد الرب فأخرجتني بروح الرب ووضعتني في وسط الحق وهذا كان ممتلئا عظاما بشريا وأمرتني عليها من حولها كلها فإز هي كثيرة جدا على وجه الحقلي ويابسة جدا فقال لي رب يا ابن الإنسان أترى تحيا هذه العظام فقلت أيها السيد رب إله الجنود أنت تعلم فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لهذه العظام اليابسة اسمعي كلمة رب هكذا قال السيد رب لهذه العظام ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا هو الرب فتنبأت كما أمرني فكان صوت عند نبوئي الزلزلة حدست فتقاربت العظام لبعضها بعضا ورأيت وإذا العصب كساها والجلد بسط عليها ولم يكن بها روح فقال لي تنبأ نحو الروح تنبأ يا ابن الإنسان وقل الروح هكذا قال السيد رب هل أم أيها روح من رياحك الأربع وهب في الأموات فيحيو فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح وبينما أنا أتنبأ وإذا زلزلة قد حدست فقاموا واقفين على أقدامهم وكانوا جيشا عظيما كثيرا جدا فقال لي يا ابن الإنسان هذه العظام كلها هي بيت إسرائيل وهم يقولون قد سحقت عظامنا وهلك رجاؤنا وانقطعنا لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد رب هأنا ذا أفتح كبوركم وأصعدكم يا شعبي وأجعل فيكم روح الحياة وآتي بكم إلى أرض إسرائيل فتعلمون أني أنا الرب حين أفتح القبور وأصعدكم منها يا شعبي وآتي بكم إلى أرضكم فتعلمون أني أنا هو الرب تكلمت وفعلت قال السيد رب مجدا للسلوس الأقدس الآب والإبن وروح الحياة شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة والآن محبة الله الآب ونعمة البيض الوحيد ربنا وخلصنا سوع المسيح وشاركت ومهبت وعطيت الروح القدس ستكون مع جميعكم احنا صلينا الصلوات بتاعة الجناز على المياه اللي بتترش علينا البسخة اللي تبتدي بادري ساعة خمسة العطاية بتاعتنا في الاسبوع ده كله هنشارك بيها أخواتنا إلا تضرروا في طنطا واسكندرين امضوا سلام السلام الرب السلام واسكندرين السلام واسكندرين سلام شكرا